السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهدف الشامي المصري يهزم بيرمز ويعتلي صدارة الدوري بعشر نقاط وترتيب جدول الدوري المصري وعقوبة سرية من الزمالك ضد مصطفى شلبي بعد اعتراضه على التبديل رئيس البنك الاهلي يكشف حقيقة مفاوضات الاهلي لضم اسامة فيصل وترتيب جدول الدوري وحسام غالي رئيسا لبعثة الاهلي في جنوب افريقيا البداية ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة باز فريق المصر البرسعيدي على بيرامتس بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد السويس في منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري جاءت احداث الشوط الاول سريعة وحماسية وحاول كل فريق تسجيل هدف التقدم كما قدم الفريقان وجبة كروية دسمة خاصة ان بيرامتس والمصري يضمان عددا كبيرا من النجوم وفي الشوط الثاني كلف او كسف المصر الضغط على الفريق السماوي وسط محاولات عديدة من كل الفريقين لتسجيل هدف التقدم وفي الدقيقة 55 سجل محمد الشامي هدف التقدم للفريق البرسعيدي بهذه النتيجة يعتل المصر البرسعيدي صدار الترتيب الدوري بعشر نقاط فيما يحتل بيرامتس المركز الثالث برصيد سبع نقاط اما ترتيب جدول الدوري المصري وخاصة قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة والتي تجرى بدايتها بعد لحظات المصري في المركز الاول برصيد عشر نقاط الاهلي في المركز الثاني برصيد ثمن نقاط بيرامتس وفي المركز الثالث سبع نقاط سيراميكا سبع نقاط فاركو سبع نقاط الاتحاد السكندري سبع نقاط وطلائع الجيش سبع نقاط الزمالك قبل مباراته مع غزل المحلة ست نقاط وفي حالة فوز الزمالك على غزل المحلة اليوم سيكون ترتيبه الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز كل التوفيق ان شاء الله عقوبة ضد مصطفى شلبي بعد اعتراضه على التبديل فقد استقر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك على توقيع عقوبة على مصطفى شلبي جناح الفريق بعد اعتراضه على الاستبدال خلال مواجهة بالأكبولز الموزنبيقي في الكونفدرالية الأفريقية وقرر عبد الواحد السيد توقيع عقوبة مادية على مصطفى شلبي بسبب طريقته في الاعتراض بعد خروجه من المباراة إلا أن مدير الكرة فضل عدم الإعلان عن تلك العقوبة ويستضيف فريق الزمالك اليوم غسل المحلة وذلك في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدولة المصرية ويبحث الفريقان عن حصد النقاط السلاسة لتحسين أوضاعهما في جدول المسابقة رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أسامة فيصل فقد كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم أسامة فيصل مهاجم الفريقة خلال فترة الانتقالات الشتوية وقال في تصريحات له أن لم يتحدث الأهلي معنا على الإطلاق عن أسامة فيصل ولا يوجد أي عرض رسمي أو أي محادثات شفهية ولا رسمية لضم النادي الأهلي لضم أسامة فيصل كما أضاف أشرف نصار تحدثت مع أحمد ياسر ريان بعد إصابته وتابعت معه لحظة بلحظة حيث سيخضع العملية جراحية وجميعنا في حالة حزن بسبب فقدان أحمد ياسر ريان لمدة قد تزيد عن شهرين لكن نتمنى له السلامة والعودة سريعا إلى الملعب أما حسام غالي فسيكون رئيسا لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حيث قرر محمود الخطيب تكليف حسام غالي عضو مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة بعثة الفريق التي ستسافر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة أورلاندو بايتس في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دور أبطال أفريقيا ويقوم حسام غالي بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي في كل ما يخص صفر وإقامة البعثة وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين وقد واصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش دون راحة بعد مواجهة فريق البنك الأهلي وتعادله السلبي وخصارة نقطتين سمينتين وخصارة أيضا نقطتين سمينتين أمام الاتحاد الأهلي يخسر أربع نقاط في مواجهتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري وأمام البنك الأهلي هذا وقد عقد مارسو الكولر المدير الفني محاضرة فيديو لللاعبين لشرح بعض النقاط الفنية وخاض اللاعبون في لقاء البنك الأهلي أمس مرانا استشفائيا وجانبا من التدريبات على هامش المران الجماعي هذا وقد حقق فريق المصري البورسعيدي اليوم مفاجأة له من العيار السقيلة بفوزه على برامدس بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الدقيقة 55 لمحمد شلبي أو لمصطفى الشامي وقد شهدت المباراة سرعة وحماسة وخاصة مع بدايتها للمصري ثم في الشوط الثاني استحوز فريق السماوي فريق برامدس على المباراة ولكن دون جدوى حيث بعد وخاصة بعد أن سجل محمد الشامي هدف الفوز للنادي المصري بالنقاط الثلاثة واعتلى بهذه النتيجة المصر البورسعيدي صدار الترتيب الدوري برصيد عشر نقاط فيما يحتل برامدس المركز الثالث برصيد سبع نقاط أما بالنسبة لمباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم فغزل المحلة يحتل المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط بعدما تعادل في المباراة الثلاثة أو فاز في مباراة وتعادل في مباراة وغسر في مباراة وأما فريق نادي الزمالك حاليا فيحتل المركز السامن برصيد ست نقاط وفي حالة فوز الزمالك على فريق نادي الغزل المحلة سيكون ترتيبه يصعد إلى المركز الثاني بعد سيكون وصيفا للمصري البورسعيدي ثم المركز الثالث النادي الأهلي أما في حالة التعادل فيكون رصيد نادي الزمالك سبع نقاط وسيكون في ترتيبه الخامس أو السادس في ترتيب جدول الدوري أما في حالة خسارة الزمالك اليوم أمام غزل المحلة فسيكون ترتيب غزل المحلة في المركز السابع في النهاية أشكركم وتحيئة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته